السلام عليكم إن شاء الله تكونوا لباس وإن شاء الله في صحة جيدة إن شاء الله ربي دي ما سمعنا لخبار الباية وما سمعنا لخبار اللي مشباهة نحب نحكي بالله على جماعة اللي يقولوا الماسك ما يلبسوا للمريض الماسك هذيك يقولون نحن المريض ما يفيقش بروح وهو مريض فكل بريود متاع الانكوباسيون اللي الفيروس يبدأ في معناه يدخل البناد من يصبح عن طريق الحلق ولا العينين ولا الخشم والمريض يبدأ في بلوش معناه حاطر يقعد في البدن شوية مباعد تجيل أعلاق يصيد يعتص هذيك المريضة ذيك ولا كح ولا ما هو بش ناجم يعديك معناه حاطر ما هو بروتيجيه وهو مش تبس الماسك يعليش نحنا الكل ما كيبش نمشيو نقضي وفي العطار ولا كي نمشيو للسيبرمارشي ولا للمرشي وعلش الكل ما ما نبسوش الماسك مش خير كي نبسو الماسك نحميو رواحنا ونحميو غيرنا معناه لو كان نجيونا الكل لابسونا الماسك متاعنا رواحنا من يمشيو الفيروس معناه معناه خاطر الكلنا مية في المية قاعدين نمسحوا في ايدينا ونخسلوا ونعملوا في الالكول وكل شيء اما المشكلة في الماسك لابسو الماسك يا اخوي ما في حد شي ما يحشامش في الماسك وزيد هابتو لكم مية الفيديو في كيفية تصنع الماسك او بفولارة او بترفق ماش او بلانجير ما في حد شي اللي ما عندوش ماسك من الفرماسي يصنع ماسك يا سيدي ننسيها هيك قاعدة في الدار تدخيت لكم الماسك والأمور وارحة وما في حد شي تحمي روحك وتحمي صغارك وتحمي عبداخر سبحان الله لو كان واحد حتى يكون هو مريض ويعدي عبداخر المية في المية ربي بيجي حاسب وكيف يجي تعرف اللي لازم تلبس ماسك في الحفقة هذائية يلحاس ان شاء الله ربي يسمعنا كل نكلم الباهي والحاجات الباهية هيا تنسي يا باهي يلبس الماسك وتتشوف تحمي روحك وتحمي غيرك وربي معادة